مكتوب لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم في روميا الإصحاح الأول يقول عن هؤلاء الناس الذين استبدلوا حق الله بالكذب أعطوا لأنفسهم شرعية أنه يعني يجعلوا الله كاذب عم بكذبوا الله وعم بعزموا الشيطان في أعمالهم الشريرة ومن ضمن هذه الأعمال مملؤين من كل إثم وزنة وشر وطمع وهذا اللي منشوفوا اليوم من قتل ودبح في سوريا وفي العراق بسبب إيش؟ إثم وزنة حتى يغدوا النساء ويكثروا من النساء وشر وطمع لفلوس المصاري يعني إذا ما فيش فلوس ممكن توقف الحرب خبث مشحونين حسدا يمكن لأنه في ناس أحسن من ناس وقتلا في داخلهم من القلب تخرج أفكار شريرة القتل خصاما مكرا وسوءا نممين مفترين مبتدعين شرورا عم بيتفننوا بالشر عم بعلموا الشيطان كيفية الشر في نفس الإصحاح في رسالته إلى أهل روميا ترجمة نانسي قنقر